السلام عليكم سيدنا وما كنتم مهلا بكم لبرنامجكم القانوني القضية يقال غشني في الثمن ولا تغشني في السلعة فخدعة أفضل المتآمرين لا بد أن تسيئ إلى صاحبها فالغش أحيانا هو أبو الريح لكن ليس الريح دائما هو ابن الغش إلى مداولة ألم بكم سيدنا مجددا إلى المداولة موضوع الحلقة هو الغش في قطاع الغيار وعداد السيارات أي عقوبات في المداولة تشاركوني فيها المحامية والمستشار القانونية موات شاهيرة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة العفو كما أتشرف باستضافة السيد وليد خدري صاحب ورشة لإصلاح السيارات أهلا وسهلا بك سيدنا أهلا وسهلا مهاتري وليد شكرا إذن بداية أبدأ معكم شاهيرة ربما قضية اليوم لم تتتنوى عبر العديد من البروتوهات لكن نحاول أن نعطوها وصفه القانوني ربما في هذه الحلقة أكيد أن موضوع الغش في المواد هذه الاستهلاكية يعني بصفة واسعة أم بصفة خاصة كما تحدثت عليها في الافتتاحية وهي قطع غيار السيارات أصبح شيء يقلق المواطن المستهلك لهذه المواد لماذا؟ لأنه أصبحت ضرورة ملحة لهذا الإنسان وهذا المواطن أنه يستهلكها بطريقة أوسع مما كانت عليه مما أدى بعجلة السوق أنها تكون تتجاوب مع متطلبات هذا المستهلك إلا أنه للأسف الشديد نجد أنه بعض التجار الذين ربما تنقص فيهم صفة التاجر ليكون أهل الثقة أنه تسوله نفسه يستغل هذه المتطلبات الكثيرة ويقوم بتزويد السوق الجزائرية بمواد منها الأصلية ومنها المخشوشة بالتالي أصبح المشرع الجزائري وجود وصف جزائي مثل هذه الأفعال المجرمة قانون أصبح ضرورة مرحة مما فتح باب كبير في مواد قانونية يعني قانون العقوبات الجزائري لسيما كذلك قوانين المقارنة وضع مواد قانونية سارمة منها سالبة للحرية ومنها حتى لتمس القدرة المالية لانتاع التاجر منها غرامات وعندنا يعني أوصاف تنين منها مما يوصف عليه طابع الجنحة وهي أغلبيتها على كل حال لأن المعاملة ما هيش يعني عندها أضرار جسيمة جسيمة إلى أنه درجة يعني ربما نقدره بعض الأفعال وبعض يعني الغش تجاري يصل إلى أننا نقول عليه جناية لتكون العقوبات تحابي السجن وربما في بعض الأحيان حتى الإعدام أو السجن المؤبد ولكن يعني هذا التسلسل وهذا السلم تعالى العقوبات والتسلسل أنت راح يكون على حسب كل قضية وكل يعني وقائع والإجراءات شكرا ميك أستاذا إذن وليد خودري أنت اليوم ساحب ورشة للميكانيك خلينا نستسمحك وسمح لي ما نشعليك أنت شخصيا خلينا نتكلمون كون صراحة جدا اليوم في حلقة اليوم سؤالي هذا لا أقصدك أنت بتاتا ولكن في بعض الميكانيكين سمحهم الله يرسلون سائقين المركبات إلى الموت مباشرة أنت كصاحب ورشة الميكانيك ماذا تقول في هذا الشعب بكل سلام وش نقدر نقول لك كان لي يخدم خدمة غزم يتقنها وكان لي يخدم خدمة باش يجيب دراهم برك باش يحط دراهم وفي جيبه وغضوة كما يقول لك وغضوة إن شاء الله يقدر يجي ليه يقول له ما خدمتش خدمة يقول له لا لا بيسة هذه عيانة تجيبتها عيانة نصحو تقدر تنصحو قال هذه البياسة مش هي أصلية جيب لي أحدها أصلية ركبها لك مش هي غير يجيب لك بياسة تركبها له دراهم في جيبك وهذاك هي أصيبه هذا كسم الله خلاص عك خدمت وكملت الخدمة مش هي هكذا الخدمة اللي يجب أن تخدم خدمة تتقنها حاجة الأولى وحاجة الثانية تنصح زبائن تلك بوش يشري وش ميشري في بعض الزبائن أستاذ خودري بعض الزبائن ربما الشي عنده قليلة ربما ويجي عند الميكانيك هذا الميكانيك هذا ربما أحيانا ما يغيرش ما يغيرش أصلا قطع الغيار مثل إذا تكلمنا على البلاكات دوفرة ربما فيه بعض الناس سمحهم الله ليس كلهم يقولوا بعض الناس سمحهم الله ما يبدلكش أصلا البلاكات دوفرة يقولك توكر على الله أنت تروح تمشي في لوطورو طريق السيارة أو شرق غرب تمشي 120 تحطرج لك على المكابح ما تلقاش بصحة أقدر تقولي هنا إذا مولت السيارة يقولك عيانين ماشي عيانين تقدر تقوله عيانين راح يشريهم لك عادي ولزم يجيبك حاجة أصلية طيش مع الفرنات ما تلعبش كلش كلش الفرنات سمع تمام تبيع طانوبيل قال راح نبيعها نجيب حاجة شنوية ولا طايوان هكذا مو نرح نبيعها نخلصه ونبيع سحلي مورا ثانيك حيركب فيها يركب فيها بها بالعيلة تعوب غدوها من غدوك شما يسرع تطلوها رقبتك تحمل مسؤوليتك والميكانيسية ما تقوله أخدم لي موتور ترعاد ميكانيسي لدي طانوبيل أخدم لي موتور يفي ريفي لك عادي نورمال قال عندك هذه عيانة كما تخدمها تخدمتك حد عاود لموتور قال لي بلاك عندك عيانين تنصحوا قالهم خلاص ثم لازم تبدلهم عندك هذه عيانة عندك سيسبونسيو عندك بنوعيا لازم تضيلها كما يقولك ريفيزيون جينيرال ما ما تخلش مليحة ليك ما ما خاطئ نضيلها ما شيف الخلاص تعيقها أنا خدمتك نقول الحق خدمتك وأنا ننصحك ليس كما يقولك لي وجلدها واشتخدمش ما تخدمش قليل قلة ليقوم بهذا الأمر أستاذ خدري هي لازم تقوم بهذا الأمر لازم لازم عليك بارك الله فيك أعود لك أستاذ شهيرة ربما يجهل أصحاب الورشات العواقب القانونية لهذا الأمر لونسق سيك ما هي أقل عقوبة يقع فيها الميكانيكي إذا وضع قطع غيار مخشوشة هي على حسب الفعل الذي يكون نتيجة هذا التهاون أو هذا الغش الذي يقوم به الميكانيكي سمحهم الله على كل حال تتفاوت دلاجات الخطورة وبتالي نقدر نقول أن الغرامات المالية هي أدنى شيء إذا كانت الضرر الذي يصيب ضحية من هذا الغش التجاري يكون بسيط يعني أبسط شيء أنه يكون عنده غرامة مالية وقد تقدر تصل العقوبة إلى عقوبة الحبس من قدر نقول إلى ثلاث سنوات خمس سنوات إلى ما فوقها إذا كانت الوصف الجزائي يصف بجنحة أما إذا كانت كما نقول لفراها دم والمكابح كما نقول باللوع الفصحة إذا كان أدو إلى وفاة شخص أو أنه فقد هذا الإنسان جراء حادث مرور وتبت أنه كان سبب بسبب هذه المادة المخشوشة والتي هي المكابح المخشوشة أو بطرت أحد أطرافه أو لحقاته عاها مستديمة قد تروح حتى الجناية يقدر يوصف العقوبة إلى معذرة العقوبة إلى الإعدام أو السجل المؤبد السجل المؤبد يعني بالهي الشيء الهين نعم بارك لوفي يعني صاحب السيارة الذي تعرض إلى حادث مرور ربما مميت وكان بعد الخبرة إجراء الخبرة وجدوا أنه السبب هو يعود إلى عدم استعمال ربما القطاع الأصلية أو خطأ من طرف الميكانيكي هذا الميكانيكي ربما إذا رفعوا عليه الأهل قضية أهل ضحية قضية عليه يقدر يروح للسجل حتى يعني رجال الضبطية القضائية ليجيوا عينوا الحادث المرور ربما بعدها رح تكون فيه تحريات حتى وإذا كان ما شيء أهله هم اللي رفعوا يعني دعوة قضائية من أجل المطالبة بحقوقهم هذه يعني تصبح دعوة من اختصاص نيابة العامة رح ترفع فيها قضية وبعد إجراء الخبرة إذا ثبتوا أنه يعني الخطأ يعني كان مصدر تاعه هو هذا الغش الجزائي هذا الغش بأمادرة التجاري هو اللي أدى إلى وقوة هذا الحادث وبالتالي إلى وفاة هذا الإنسان أو قطع أو يعني أنه فقد أحد أعضائه وبالتالي هنا حتى تسلط عليها أقصى عقوبة تصل إلى السجن إضافة إلى يعني غرامات مالية وعندنا عقوبات تكملية كبيرة وعندنا مجال واسع في هذا المجال نحن نروح لقالو العقوبات المادة 433 429 وما يليهم يعني هنا المشاريع الجزائري قد يعني وسع في هذه الأوصاف الجزائية وكذلك أعطى بالتحديد العقوبات المقررة لكل حالة على حيدة ويبقى الأمر للقاضي بعدها دراسة الملف على حسب الوقائع والحيتيات والإجراءات التي تخذت إلى إن يعني وصل عنده الملف الجزائي بتالي رحي يطبق العقوبة المناسبة لكل قضية ولكل حالة على حيدة بارك الله فيك أستاذة السيد وليد خودري لو نسق سي كيف يتم اقتناء هذا القطع الغيار وعلى أي أساس أنتم كميكانيكيين أو أصحاب ورشد على أي أساس تصنفوها هل هي أصلية أو مخشوشة الأصلية هذه كما يقول أنتم كميكانيكيين محترفة لكي يعرف أصلية أو مخشوشة كما يتجار تبيعون على الغيار يبيعون على أساس أصلية ويكون مخشوشة يبدلون المخشوشة لتركبها يبدلون المخشوشة وتركبها ثم تذهب وعندما تذهب وعندما تقول كما كانت تنبي وعندما تقول للميكانيسيا الميكانيكيين يأتي يقولوا بسرعة أنت خدمت هالي بيشوش باللي بيشوش باللي كله يطيح للميكانيكيين بيشوش باللي القضعة الغيار هو شراها ماشي أصليا وكل يقولوا مثال يروحي شركة شقطع يقولوا دير خمسمائة ألف أصليا وثلثمائة ألف ماشي أصليا يقولك أن أعطيني ماشي أصليا ماليش وكل نقص وكل نقص هنا يلعب دور الضمير عند الميكانيكيين لا مثلا الضمير الضمير نفسي يعني تلا ما تشفكتها أصليا لا لا أنا كيجيبها نصح بها هذي ماشي أصليا تقدر تروح تبتغيرها ولا تقدر تخليها أريد روحشي وحدها أصليا ما تقولي ليه ما تقولي لصاحب مركبة ولا يحب يركبها ثم ما تقولي كيما يوقت تصفي روحك بينك و بين ربي سبحانه اه تصفي روحك نصحته ماشي يجيبها لك تعبك باللي مخشوشة وتعود تركبها له هانا توليتها تحمل مسؤولية بعد وبالك ما يعرفش ساعتك تنصحه ما تولي ليهوبا ولك يركبها ما تركبها يعني أستاذ خودري يتقدم من عندكم زبنة ويقول لك أركب لي وحدة حتى وهي مخشوشة ولا غير أصلية يقول لك أركبها له كاي روح يشكب كامي يولي شيها ملاكاس كالي تاعو بالك يميقول كامي بياستكم كسرة يدي سوديها يعاو يقول كي أركبها لي ما عاديش بش نشري كاي مني روك تيب هكا مش شي أصلية دقولوا بصعه مش أصلية يقول لك لا لا ما عنديش ما عليش يركب لي ما دير حمار بلي براك الله فيك أستاذ خودري أستاذ مواج القانون هنا صارم في مثل هكذا قضايا لكن ربما ما شفناش قضايا في المحاكم ربما واحد يشارع ميكانيكي لأنه ركب له قطعة غير غير أصلية أو ربما ما ركبلوش القطعة أساسا وبتاتا ودارها وفوترها على أنه غيرها قليل ما ربما مثلت قضايا أكيد أنه قضايا يعني هي بحجمها يكون قليل في المحاكم لماذا لأنه الناس يعني اليوم ربما عندهم توعية ما نقولوش ناقصة ولكن نقولوا يعني ما هيش واسعة في هذا المجال للأسف الشديد بقات قضايا ضئيلة ربما لأسباب اجتماعية وأسباب أنه نقص ثقافة على الإنسان هذا هو يعني الهدف من الحصص مثل هذه وإنحس استوعية لراهية حتى على يعني مواقع تواصل اجتماعي الجرائد وغيرها أنه نحس الإنسان أيش إنسان الحق ضرر من فعل مثل هذا يعني الميكانيكي أو حتى بائع القطع لربما هو يبيع له في الأصل بثمن قطعة أصلية ولكن هي في الحقيقة مخشوشة ومهيش أصلية وبالتالي هنا راح الإنساني ولي يعرف أنه عنده حقوق وطالما طرق يعني باب القضاء راح يكون يسمع له بأذى ساغية ويطبق عليه يعني جميع الإجراءات القانونية سواء بالنسبة للقانون المدني والتجاري أم أنه يلحق أنه يروح للقضاء الجزائي هل نفس العقوبات التي تقع على الميكانيكي هي نفس العقوبات التي تقع عند بائع قطع الغيار ربما لا هي على كل حسب يعني كل وحده العمل تاعه أن البائع على القطع الغيار هو في الأصل تاجر وبالتالي يطبق عليه قانون التجاري وحماية المستهلك من هذا الغش المرتكب أما يعني الميكانيكي هو حرافي وبالتالي راح يكون عنده مسؤولية ما نقدرش نقوله أقل ولكن على حسب الفعل اللي قام به حتى أنه الإنسان لما يعني يلحق ضرر يصعب عليه كيفاش راح يتبط هذا الغر لحق هذا هو النقص يعني الفاذح في هذا الشي أنه الرقابة لازم تكون برقابة دورية وتكون دائمة حتى يعني نحطه يعني حد مثل هذه التصرفات لأنه الميكانيكي بعد الأحيان كما قلت ما يركب لكش حتى القطعة يعني اللي جبتها لو أنت وإلى من راح يمرض بيلي عندهم ضامير وكذا يحترموا المهنة تحم وبالتالي يصعب عليك من بعد أنك تتبت الضرر أنه يعني أنت قدمت له قطعة أسلية هو أعطك المخشوشة في بعض الحياة حتى يبدلها في الورشة أو يعطيك وحدة يعني ربما كما قال الحيرة في الحاضر معانا سوداها بالدرجة تعنا كيفاش يعني الإنسان راح يتبط في هذا شي ربما نقوله أنه يكون هناك عقد واتفاق سابق لعملية تركيب هذه القطع راح يكون أحسن ويعني وأحصن لهذا الإنسان لي تعاطى مثل هذه يعني القطع الغيار لليوم راح يتعاني منها السوق الجزائرية بشكل واسع لسيما في ضل أزمة استيراد يعني القطع الغيار أزمة السيارات يعني يفتح المجال الكبير للناس أنهم يربحوا الربح السريع وينتهزوا هذه الفرصة النقص الاقتصاد يعني في الاقتصاد اللي راهوا من هذا الجانب هذا بارك لوفيك أستاذة أنا أولي ليك أستاذ وليد خودري بماذا تنصح الزبائل من هذا المنبر وأيضا أنت نصيحتك سواء الزبون أو حتى لزملائك في المهنة لأنه بصراحة الأمر ليس بالهيئ لما واحد يتعرض لحدث مروه ويتسبب في إعاقة ربما دائما أو حتى ربما يكون ضحية موت بماذا تنصح؟ أنا الحمد لله أنا عندي زبائل أنا يجل عندي مثال يجيب لي كروسة ويقول لي نعود هذه أنا نفترض عليه أحد يقول له لا بياس تشريها أنت أم لا أنا يقول لي أنت وشا نقول له من الأحسنة نجيب هالك ثم نعبالي ونشرها وكي نروا عند البيا زيطة شي اللي باقتها الغيار يشوفني ميكانيك ويعرفني مليح ثم محشي يعطيني سلعة مخشوشة ثم على بلو يبلي نفكيات اللي في الطابلة نفق لها ونجيب هاله بسومة مليحة ونحن نتحمل مسؤوليتها ونطلب من صاحب المركبات الذين يذهبوا على الميكانيك نصحهم بالقاية على الغيار الأصلية وشي يقول لهم الميكانيسيا هذا كوه ما يفرش رأيو عليه ما يفرش رأيو يقولوا بدل هذه قلوا لا لا قالوا لي مليحة ميكانيسيا اسمها محترف ما تدمدتها له فاتح ورشة محترف يقولوا كذعيينة بدلها مليحة خليها ما تفرش عليها رأيو لا لا تكون سودي واخير لو كان نجيبوا واحدة كيماية ونسيوا نموضي فيها وركب واخير وش يقول لك هو تنجح ما يقول لك ما تطبق شو يهدر هو ماش تنجح لكل ما كانش هناك تجاوب من عند زبائن يعني ميكانيكي يوافق الضغط على الزبون ويقولوا ما نخدم لك شكا غيما ربما كان راح يوقع حد أنا تصرى لي هذي أنا تصرى لي أنا أقول لك واحد يقول لي عاود لي موتور نهبط موتور ديزوسيه صحيح وبدأ نتريي لمليحة وحدها وليتتعاود حتى وحدها كي دي صاحب السيارة نقول لي عندك هذي وهذي وهذي هذي هل أنت بصراحة أنت شخصيا بترفض لما نجيب لك هنا قطعة تغيار مخشوشة نقول لك ركب هالي ما عنديش تركب هالي نرفض هذا هو الأسلم أنا نرفض نفسك عليه حد السلامتك حد الثانية تقول لي أنا غضوة من الغضوة تدعي طنوبيل لتعك بتحلك أمبان ما علي بليش ما يصرى لك ومين خدمتها عند وليدي صحيح سوما تولدتك كان الناس متعرفوك كذا ويغش في الناس ولا ما يعرفش ولا صالح بزاف تدعي لك الهضرة بصنتك تخرج طنوبيل من عندك تروح يشوفوها الناس يقولوا هذي مين خدمتها عند وليدي قولوا تبارك الله نعم قولوا تبارك الله في هذ الميكانيسيا ما يقولوش باللي ما يهدرش فيك هذر عيانه كسؤال آخر فقط نختمو به أنت صاحب ورشد لتصليح السيارات هل يأتون أشخاص عندك ويعطيك السيارة ويقول لك دي لي ريفيزيون جنرال اه يجيوا كي الناس يجوا بدون أي عطب بدون أي عطب بحط طنوبيل تاعو يقول لك كيتكملها عيطلي يقولوا كيفا يقولوا شوف هايلك طنوبيل خليك ترهام تحب شريم تجيبك كيتكملها عيطلي بتعيطلي شقاعة ما تقولوا شخصت هذي ولا هذي كي لقاها عيانة بالدل لقاها شوية بالدل أنا نحرق طنوبيل نضرب المفتاح ننوذ نمشي ونحبش في الطريق ونقولوا الميكانيسيا الميكانيسيا ونحوص على رابيس ويغشتوني في رابيس ويقولوا هايلك طنوبيل عندك كيتكملها تقولي عيط لنجين نحوص على رابيس في رابيس يعني في ناس وعيين يجيبوا صفيرات وشيراق بوديل المراقبة التقنية في ناس بلا حدي حاجة بلا والو منتك طنوبيل تتمشي يجيب هايلك أكيش حاجة ما قال لك أنا ما فقتل هاش فهذه اللي عب سعيينة بدل أنا رأني ميت الحي هنا ندير بهذا من درجة أني نخاف بزاف من هذ الحوادث عندي مراقبة دورية بلا والو طنوبيل تمشي بس بهذه يقولك هايلك مثل الإنسان ما المفروض أنه كل ستة أشهره راح يدير بلون جنرال السيارة كذلك راح يتمشي قطاع غيار لازم يتحمل عند هام مراقبة تقنية كيان صالح ما يبانو لكش صحيح كيان صالح وما راح عطل لطنوبيل ما يبانو لكش وحدود يكون حاجة صاحب الإحساس هو لي يعرف ميكانيكي ومديهاش تخلط يقولك أنا نخلط أنا ش حمي أخترا واحد يجيب لي طنوبيل يخلطه فيها يقوله يقوله واحد جاري يقوله ميكانيسيا لا لا يسمى يقوله يخلط في ميكانيك كيانش هو يخدم مواصل يخلط في ميكانيك يخدم كذا يقولك أنا نخلط في ميكانيك لا لا كروات إحساس تاعوا متلعابش متخلطش صحيح بارك لوفيك بارك لوفيك أستاذ ويدخوضري عذران على ذيق الوقت أحدنا بيها مشاهدين ندى بكم لفقرة الاستشارة القانونية أهلا بكم جدد المشاهدين إلى فقرة الاستشارة القانونية أستاذ ولد لدينا سؤالين عبر مركز الأثير الإصغاء موجهين لك السؤال الأول تقول مواطنة أنا زوجة لرجل متوفي منذ مدة وتحصل على سكن بصيغة عدل ولكنني زوجة الثانية فقد طلب أبناء زوجي من زوجته الأولى نصيبه من الميراث فهل لديهم حق في أن يتقسموا معي هذا البيت علما أن لي ثلاث أبناء أكيد أن الزوجة الأولى وزوجة الثانية وأبنائهما أصبحا من أصحاب يعني ذوي الحقوق في هذا الأب المشترك بينهم وبالتالي عندهم الحق يعني كل واحد على حسب السهم يحدده له التشريع في هذا المجال من الميراث سواء كانت صفتها هي زوجة أولى أو زوجة الثانية هذا مراشي يغير في المنصب التحالي لأنها تعتبر زوجتها يعني شرعية ولها الحق في الميرات كذلك أبناء الزوجة الأولى وأبناء الثانية لكن هنا في هذه النقطة لسكن عدل لازمنا نفصله إذا كان يعني أصبح مملوك له وتم تسديد جميع الأقصاد بتالي نعم تنتقل الملكية يعني إلى الملكية الموردة تنتحهم أما إذا كانوا يعني مازالهم يتقاسموا الأقصاد هنا رأي إجراءات أخرى رح يقوموا بها وبعدها يعني حتى مرحلة لاحقة تنتقل لهم الملكية وهنا ننصحها أنها تروح للأهل الإختصاص يعني سواء استشارات موثقة يكون قريب لها أو حتى الاتصال بمكتب محامي حتى يفصلها في الجزئيات والتفاصيل أدق مني يعني الاستشارة هكذا بصفة عامة بارك الله فيك أستاذة السؤال الثاني من سائلة من ولاية وهران تقول توفي والدي قبل جدتي أي والدته وقد بقي عمي يسكن مع جدتي في البيت إلى غاية أن توفيت ونظرني بعض المشاكل فقد انتقلت أمي للسكن في بيت أهلها وليس لدينا سكن إلى غاية يوم من هذا فهل يمكن المطالبة بحقنا في بيت جدتي رحمه الله أكيد أن تسلسل الانتاع الوفاة هنا في مثل هذه القضايا هو شيء ضروري حتى نعرف الإنسان التي توفى الأول والإنسان التي توفى لاحقا هنا هي لما تقصد أن الأب انتحته فقبل وليدته ظن منها أنها حربت من حقها في الميرات ولكن هذا شيء خطأ لأنه ننسى أن هناك قانون الأسرة في المادة 169 وما يليها نظم بصفة مفصلة ودقيقة في مثل هذه الحالات لسيما أنه لا ينسى الإنسان هو الذي يضع هذا الأسهم وهو الحصص من الميرات ولكن هي تنزيل ساموي في صورة واضحة وما فيهاش حتى نقاش وما فيهاش حتى تغيير لا جدال مع نصر لا جدال مع نصر إذا كان قرآن كريم وبالتالي إحنا هذه السيدة نقول لها أن هناك أحكام التنزيل طبقا لنص المواد قانون الأسرة مادة 169 وما يليها مادة 170 وغيرها وبالتالي حتى تعرف حقوقها أكثر ربما تعرض الوضعية تحها ويعني استنادا إلى فريضة تقدمها السيد الموثق وبالتالي هو راح يحدد كل نصيب يعني كل شخص على حسب الترتيب نتعوى على حسب ما له من حقوق وأسهم بارك الله فيك أستاذ على كل ما فصلتي في هذه السشارات أشكر كما أيضا الأخ وليد خدري على كل هذه التفاصيل بارك الله فيك إن شاء الله كل الزبائن وحتى زمل المهنة يأخذوا بنصيحتك إن شاء الله بهذا مشاهدين نصل بكم إلى نهاية عدد حلقة اليوم دومتم أوفية لنا السلام عليكم